بدأ طلبة الثانوية العامة في مختلف محافظات المملكة اليوم تقديم الامتحان التكميلي للفروع الأكاديمية والمهنية الطلبة الذين التقتهم رؤية أعربوا عن ارتياحهم للامتحان اليوم مثمنين قرار إتاحة الفرصة لهم لرفع معدلاتهم أو إعادة تقديم الامتحان للمواد التي لم ينجحوا فيها وقد تقدم طلبة الفرع العلمي اليوم لامتحان تكميلي في مبحث الفيزياء فيما تقدم طلبة الفرع الأدبي لامتحان عربي تخصص يوم عندنا امتحان عربي تخصص ورقة أولى كان امتحان جدا كويس طبعا متناسب مع قدرات الطلاب والحمد لله يعني اللي بده يرفع معدل وقدر يرفع المعدل واللي بدور على النجاح قدر أنه يحصل على النجاح والحمد لله كان امتحان كثير كويس ومراقبين كثير متعاونين وكل شي كان مناسب لجو الدراسية وجو الامتحان الامتحان كان سهل والدورة هذه فرصة للطالب ليرفع معدل وإذا كان ناجح ومعدل وواطي وللرأس كمان كويسي ترفع معدل الطالب اليوم كان عندنا امتحان عربي تخصص نجحت وكان معدل 75 وعدت عشان نرفع المعدل وهذا الدورة التكميلي فرصة لرفع المعدل والاتحاق في دفعتنا صار هذا الامتحان بشكل بيسر وسلاسة والحمد لله يعني تمت الإجراءات بشكل مناسب وكانت نسبة حضور أبنائنا الطلبة تقريبا 21% من العدد الأصلي أو عدد الطلاب الذين تقدموا في الامتحان العام اشتركوا في القناة